ليس حاضرا هنا إلا صورة الحسن التي تلف هذه العائلة بعدما ضمرت صواريخ إسرائيل منزلها المكون من طابقين يسكنه ثمانية عشر شخصا بينهم أطفال ونساء وفي لحظة قصيرة أصبح البيت أثرا بعد عين ينتظر أصحابه إعادة إعماره بعد أن أصبحوا مشرديا شرد نطلعنا برا في الشوارع يعني عند إعمامي عند قريبي لحتى الآن لنسا مش عارفين حنا ونرائحين إحنا وفي الناس بتنام هنا لسا عند الرقم يعني في العريشة هذه بنامه طبقين الأربع شواج فيهم 18 فرد من متزوج لطلاب جامعة لأطفال صغار في عدد كبير من الأطفال فيهم يعني أغلبهم عدد كبير من الأطفال وفي مكان غير بعيد يسكن الشاب أحمد الذي لم يمضي على زفافه سوى 45 يوما مأساة أخرى حلت به حينما حولت الطائرات الإسرائيلية أحلامه إلى كبوس فلا بيت يأويه ولا مكان يسطره وزوجته بعدما تعرض بيته لأضرار بليغة حلم اللي بنناه من سنين راح في دقيقة يعني هذا حلم بنناه من سنين راح في أقل من دقيقة حطموا الحلم تمعناه ولي زي أنا عريس يعني إيش بدي أمن لما أمن أمنته شوية من الدار دي مني ومن هدين ومنها أقصات ومنها دفع يعني أغلبها لسا أقصات ودفع وأنا لسا حتى الآن هيني حاليا مش ساكن في بيتي يعني أعتبر محجر وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان فإن أكثر من 1700 وحدة تضررت بفعل القصف منها 18 وحدة سكنية بشكل كلي و71 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي ليضاف إلى الوحدات التي لم تعمر خلال الحرب الأخيرة مؤكدة أن عملية الإعمار تسير بوتيرة بطيئة نحن اليوم بحاجة إلى عادة إعمار 1200 وحدة سكنية بشكل كامل الاحتلال معني بعملية إعمار بطيئة ولذلك يضع كل المعوقات أمام عملية الإعمار يوجد هناك بعض المانحين بعض المانحين أصبح لديهم استنكاف وعزوف عن المساهمة في عملية عادة الإعمار ويتخوف المواطنون من تأخير عملية الإعمار ولهم في الحروب السابقة خير شاهد فما زالت عائلات بلا مأوى منذ حرب عام 2014 نتيجة لتأخر عملية إعمارها حتى اللحظة قتلت إسرائيل أحلام الطفولة والشباب خلال تصعيدها الأخيرة فيما يخشى المواطنون الذين دمرت منازلهم أن تتأخر عملية إعادة إعمار بيوتهم ويعيشون حالة تشرد الأمر الذي يزيد من معاناتهم خاصة في هذه الأجواء الحارة عامر الفرى اليوم قطاع غزة